أماكن الغنة وانتابع كذلك التشكيل فين معانا؟ في قوله إن استطعتم أن تنفذوا تاني كده خلي بالك معاي إن استطعتم أن لو قفت طبعا هاوصل أنت أدي واحد في الجملة دي يعني تنفو أدي كده اتنين وخلي بالك من التشكيل أن تنفذوا من أقطار من آ هنا لابد أن تظهر هذه النون وأن تكون واضحة وجلية من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يبقى نخلي بالنا فين الغنة معايا؟ فانفذوا جميل الجملة اللي بعدها لا تنفذون يبقى إذن الفعل معي تنفذوا فانفذوا لا تنفذون هتلاحظ أن النون في الثلاث كلمات ما فيش عليها تشكيل بص كده كويش ده أيوة ما فيش تشكيل يعني إيه؟ يعني أنها ستخفى هذه النون أي تستتر ما هيش الكلام كده؟ وهذا الاستتار مع وجود غنة فانفذوا لا تنفذون يبقى ده رقم واحد معي اتنين التشكيل في الفاء والذال الفاء مضمومة الذال مضمومة خلي بلك أنها ذال وليست زاي تاني فانفذوا ذال ذال هكذا بإخراج طرف اللسان وليست زايا فانتبه لهذا حتى لا تتحول إلى زاي وذاك خطأ قد نطق به البعض طيب إيه تاني معانا في الملاحظات العامة التفخيم والترقيق فين معايا بالأخص في قوله إن استطعتم إن استطا إن استطعتم أن تنفذوا يبقى رقم واحد كلمة استطعتم شفت لما بدأت بيها قلت إيه استطعتم خلاص يبقى هنا أخلي بلي من التأوى والطأ وفين تاني من أقطار السماوات فين الهمز ولا الألف فاكر لما قلت لك الهمز إذا جاءت في أول كلمة طب أفكرك الهمز إذا جاءت في أول كلمة بنقسين كده همز قطع همز واصل ترسم على ألف فإن قلت ألف ما فيش مشاكل إن قلت همز أيضا تصح معي فخلي بالك عشان ما تلتبس شي عليك الكلمات إن قلت مرة همز أو قلت مرة ألف لا كلاهما صحيح وهذا خاص بالهمز الواقعة في أول الكلمة بس إنما في الوسط لا 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 كلام تاني في الآخر في كلام تاني هقول إيه هقول همز فخلي بالك معي طيب عايزين إيه بقى في الكلمة أقطار أنا عايز الهمز ده يرقق طب والألف آه يا صح يبقى الهمز أو الألف يرقق ليه لأن ما بعده من قاف وطاء ستفخم وستأتي ألف مدية شفتني هنا قلت ألف مدية آه عشان أفر ما بين الألف في أول الكلمة فهي ألف يابسة والألف اللينة التي جاءت معي بعد ذلك فانتبه طب اتصال ونكمل